عودة إلى الشارقة حيث افتتح سعدة راشد بن طليع رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وسعدة رياض عبدالله علان المدير العام لبلدية مدينة الشارقة المبنى الجديد لقطاع خدمة العملاء بمنطقة الصناعية الخامسة بمساحة تتجاوز 2800 متر مربع ويضم المبنى مكتب مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء وإدارة مراكز البلدية وإدارة العمليات والتفتيش البلدي حيث يبلغ إجمال الخدمات المقدمة من خلاله 71 خدمة كما تم خلال الافتتاح تتشون الموقع الالكتروني لبلدية مدينة الشارقة في حلته الجديدة بتصابيم عصرية وخدمات جماهرية إلكترونية إضافية كما شهد الافتتاح أيضا معرضا يحاكي تاريخ البلدية على مر العصور